حبايبي 3 سنة وضفعة 2024 ازايكم؟ ناس كتير بتسألنا وتفاصيل الكورس التأسيسي وهنبدأ الكورس التأسيسي امتى؟ والكورس التأسيسي هل هيبقى على المنصة؟ هل هيبقى في السنتر؟ هل هيبقى على اليوتيوب؟ جاي النهاردة؟ اقول لك كل التفاصيل دي جاي النهاردة نحط النقط على الحروف مع بعض عشان نشوف بدايتنا هتبقى عاملة ازاي؟ ونظموا ذكرتنا هتبقى عاملة ازاي؟ اول حاجة بس بعد ما تسمي لها عايز اتكلم معاك كده في كام بوينت اول بوينت يا حبيبي قلبي ان في ناس كتير ابتدت ترقدة فكرة ان بعد ما نحن الانجليش بتاع ضفعة 20-23 ان احنا ما ناخدش انجليش بص عشان نبقى صريح معاك وابقى صادق معاك الطريقة اللي معظم الطلبة بتذاكر بيها انجليش غلط ليه؟ لان انت من تحت بتتعلم ان الانجليش متقسم فراهين grammar وكلمات بتنسى اي حاجة تانية مسميهاش grammar واي حاجة تانية مسميهاش كلمات يعني يا مستر يعني اجي اكلمك في ترجمة تقول لي يا عام لا انا عايزة كلمة وتسمى حالي بالانجليش واكتب بالعربي او بالعربي واكتب بالانجليش طب حبيبي قلبي ترجم ما دي مهارات كتابة لا طب اكتب بارغرف لا طب اكتب اسي طبعا انا نبعافش اكتب بفكرة هكتب مقال فلا طيب القطع لا ما هو مش grammar ما هو المستر ممكن يعمل حس عشر ساعات grammar لكن قطع لا احنا مش بنحل قطع ماذا كله نظام مذاكره ربط لازم عشان اذاكر صح اعرف انا هامتحن ازاي بمعنى انا دلوقتي لو طالب رايح امتحن امتحان شفوي فانا طبيعي اكيد ما ينفعش امسك ورقة او قلم واذاكر كتابة نفس الكلام انا لو طالب رايح امتحن امتحان ورقة او قلم فانا مش هقعد اذاكر في البيت بالبق فانا بذاكر ورقة وقلم صح؟ فانا في الاول لازم اعرف الامتحان ازاي طب الامتحان ازاي؟ تفاصيل الامتحان ونظام الامتحان كلنا هنبقى عارفينها بس حضرتك من دلوقتي انا بقولك ان انت عندك 16 درجة من ال 50 درجة في الامتحان على ان انت تحل قطع قد 16 درجة كلمات وgrammar اصدق تقول ان زي ما الكلمات والgrammar مهمين الgrammar والكلمات مهمين اه يا مستر بس القطع في منتهى منتهى الاهمية والمشكلة بقى ان القطعتين اللي بيجوا حضرتك ما بتبقاش حلتهم قبل كده يعني الحمدلله كان حلفنا التوفيق السنة اللي فاتت 2023 والقطعة اللي احنا حلناها في امتحان الشهر جات في الامتحان بس طبعا الاسئلة متجيرها بس ده مش لازم يحصر كل سنة انت لازم تشوف قطعتين في الامتحان اول مرة تشوفهم دلوقتي طب يا مستر ده بيجي ازاي بيجي ان انا اتضرب وحل قطع كتير طب عشان احل قطع لازم يبقى عندي حصيلة كلمات كبيرة بس لازم ابقى عارف ان هتقابلني كلمات مش عارفها فاعرف ان انا خامن صح فدي هتبقى مهارة الكراءة ان انا اتضرب كتير ان انا اقرى قطع وازاي حل فده كله محتاج تدريب فالقطعة مهمة سؤال الترجمة في منتهى منتهى الاهمية خلطته فورا خلطته بتوقع تقريبا بتتكلم من 4-8 درجات يعني من 1-2% في الامتحان فده نسبة كبيرة جدا طب يا مستر كل ده حضرتك هتعمل معنا ايه في الكورس التاسيسية انت كده بتقول لي مذاكرش كلمات وجرامر تبقى جاب ياضل وفهمت كده ومتكملش الفيديو امال انا بقول لك ايه انا بقول لك ان احنا عايزين نعامل الانجليش كلوبة مش كمنهج بمعنى بمعنى ان احنا عايزين كده حبيب قلبي نتفق مع بعض على اتفاق حلم ان احنا ان شاء الله تعالى نبقى احنا عايزين نتعامل مع المنهج ده كلغة يعني يا مستر يعني انا عايزك بعد كل حصة نحل قطع نحل التراجم انا عايز حضرتك تبقى مركز معي جدا في الاسكيلز وفي الحاجات الجنرال اللي ملهاش دعو بالمنهج وفي المنهج برضو لازم يتذكر ده اكباري في كل المواد بس مبقاش عندي نص كده في دماغي دستور بيقول ان انا لازم اللي امتحان يجي كله من المنهج لا يا مستر ده في الانجليش اصلا انت عندك حوالي تلاتين درجة من الخمسين ما لهمش علاقة بالمنه كلهم تراجم وقطع وسكيلز والكلام ده كله طب في الكورس التأسيسي هتعلمنا ايه كل الناس بتحاول تعمل في الكورس التأسيسي بريزن سيمبل والباس سيمبل المدارع البسيط والماضي البسيط وكل الازمنه دي لا احنا بشكل جديد بطريقة جديدة هنعلمك حاجة حلو اوي هنعلمك ازاي تحل قطع الفهم والترجمة ازاي؟ عن طريق ان احنا هجيبلك قطع من القطب الخارجية بتاعت اولى سنوي وقطع من القطب الخارجية بتاعت تانية سنوي وهنعلم حضرتك ازاي القطع كانت بتتحل اصلا عشان لما نقف على رجلنا ونبدأ اول حصة في تالتة ويبقى في الوجب بتاع القطع تبقى انت وات جامد كده ويفت على رجلك برضو سؤال الترجمة بقت شوز لو انت مش عارف فانا هعلمك ازاي تحل سؤال الترجمة اللي تشوز ده؟ طب يا مستر حصلت الكلمات في ملزمة تانية هيبقى فيها قموس القموس ده في كل الكلمات اللي عند حضرتك اللي انت تتقيلها اصدق تقول ان احنا بالشكل ده هنبقى زبطنا الدنيا وهنبقى بإذن الله تعالى فنشنا كل حاجة صح وهنبقى داخلين السنة واحنا عندنا حصيلة كلمات كوية وكمان هنعرف نحل قطع وهنعرف نحل ترجمة واول حصة في الملحج هتبقى soft beginning كده بداية خفيفة ازاي نكون جملة والكواعد البسيطة في الجرامر افهم صح؟ زاكر صح؟ محدش هيحل قدك بس زاكر صح بس ازاكر ايه؟ ازاكر صح اشوفكم بخير ان شاء الله اول حصة في الكورس التأسيسي هتبقى يوم واحد تمانية على اليوتيوب وجدول الحصص كامل هيتم اعلانه يوم الحد اللي جاي بإذن الله تعالى استنانا اوعى تفوت الكورس ده اتفرج عليه في الوقت اللي هيتعرض فيه ما تراكمش الكورس ده للآخر ابدأ السنة صح؟ مش عايزين اي انحراف جلط قبل ما نبدأ السنة ربنا معاك يا شباب ان شاء الله واشوفكم في احسن حال